السلام عليكم سمعت مقطعا لأحد اليوتيوبر المصريين يدعى عبدالله رجدي يذكر فيه عن الأحمدية كلاما مغلوطا خلط فيه الحق بالباطل والخطأ بالصواب وكنت أتوقع من أمثاله ممن يتكلمون بلسان الدين أن يدركوا خطورة الكلمة وحرمة الكذب والإفتراء اقتداءا بالصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم الذي علم الدنيا كلها الصدق والأمانة وشرف الخصوم والذي جاء بكتاب من عند الله يفيض عدلا وإنصافا ويمنع الظلم والإفتراء حتى ضد الخصوم والمخالفين قال تعالى ولا يجرمنكم شنان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى ولكن صاحب المقطع لم يبالي بتلك التعاليم الإسلامية ولا استشعر حتى مسؤوليته تجاه آلاف المتابعين بتحر الدقة والصدقة والأمانة فيما يقوله وينشره لذا كان لزاما علينا الرد على تلك الأكاذيب مواساة له ولمتابعيه الكرام وحتى يظل نور الصدق الذي جاء به الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم منتشرا على يد الأتباع الحقيقيين لهذا النبي الكريم فأقول ردا عليك يا أخ عبدالله رجدي صدقت حين قلت إن مؤسسة الأحمدية ينتمي لأسرة عريقة كانت تحكم قاديان وكثيرا من القرى المجاورة ولكن السيخة المشركين استولوا على أراضي المسلمين وأذاقوهم سوء العذاب ومنعوهم من الصلاة والأذان وقراءة القرآن فلما جاء الاحتلال الإنجليزي للهند أعاد لكثير من المسلمين حقوقهم المغتصبة على يد الشسيخ وترك لهم حرية إقامة شعائر الإسلام فأي عاقل في رأيك أو متدين بالإسلام الصحيح يعلن الحرب ضد الإنجليز لكي يعود حكم السيخ الإجرامي على الأقلية المسلمة مرة ثانية هل هذا هو موقف الإسلام؟ ليتك ذكرت الحقيقة كاملة ليتضح الأمر للمشاهدين لكنك ذكرت نصف الحقيقة وأوهمت متابعيك أن مؤسس الأحمدية قد ألغى فريضة الجهاد وأزيدك من الشعر بيتا أن الأحمدية لا تؤمن أصلا بالنسخ في القرآن الكريم مثل ما تؤمن أنت بذلك وبالتالي ففريضة الجهاد بمفهومها الشامل قائمة في عقيدة الأحمدية إلى قيام الساعة فلماذا تلصق بالأحمدية تهما أن تتبناها؟ هل هذا هو العدل والإنصاف؟ وصدقت أيضا حين قلت إن ميرزا غلام أحمد ولد عام 1835 لكنك ذكرت كذبا أنه كان سليل التربية الإنجليزية وليس لديك أي دليل على افترائك هذا ولو صدقت لقلت إنه سليل تربية القرآن الكريم وبيوت الله عز وجل وأنه بشهادة علماء عصره كان مجدد الإسلام في الهند والمدافع الجسور عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن القرآن الكريم وخير دليل على ذلك أول كتبه التي كتبها عام 1882 بعنوان البراهين الأحمدية على حقية كتاب الله القرآن والنبوة المحمدية والذي وصفه بعض علماء الهند بأنه لم يؤلف مثله قط في تاريخ الإسلام والذي أخالك لم تقرأ منه صفحة واحدة فلما الكذب والإفتراء وقد حرمهم الله تعالى كذبت أو نقلت كذبا بلا تبين وبلا تثبت حين قلت إن مؤسس الأحمدية اخترع أحكاما جديدة خلاف أحكام الإسلام وأدعوك أن تحترم عقول متابعيك وتأتي لهم بمثال واحد من كتب حضرته الموثقة على هذه الأحكام المخترعة لكنك لن تجد بل كررت أكذوبة قديمة مستهلكة تقول بأن حضرته يدعو للحج إلى قاديان بدلا من مكة المكرمة وبيننا وبينك هذا الإدعاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم البين على من ادعاه فإما أحضرت بينة موثقة على تلك الدعوة الكاذبة بأن الأحمديين يحجون لقاديان بدلا من مكة أو اعتذرت بكل شجاعة عن ذلك التضليل أوهمت مشاهديك أن مؤسس الأحمدية يتلقى من الله وحيا تشريعيا خلاف القرآن الكريم وأنه يؤلف نصوصا مثل الآيات القرآنية وأنه يدعي نبوة جديدة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وكل هذا كذب صريح فأنت تؤمن بمجيء نبي الله عيسى بعد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وتؤمن أنه سيوحى إليه كما ورد في صحيح مسلم وحي هداية وإلهام لا وحية شريع وأحكام وأن نبوته لن تكون مستقلة عن النبوة المحمدية بل ستكون تابعة لها ومنقادة لشريعة الإسلام وهذا هو بالضبط ما ذكره مؤسس الأحمدية في كتبه والآن عليك أن تأتي لنا من كتب مؤسس الأحمدية بكلمة واحدة تناقض القرآن الكريم أو بإلهام من الله خلاف شريعة الإسلام أو بإدعاء نبوة مستقلة عن النبوة المحمدية اتهمت الأحمدية بأنها تتلقى تمويلا لنشر الإسلام ودعوة الناس إلى الحق ما أسهل الإفتراء يا شيخ يمكن أن يفتري عليك أحدهم أيضا بأنك تتلقى دعما من الجماعات المتطرفة أو أنك عميل للمسونية مثلا لكن إفتراء الكذب ينهار دفعة واحدة عند طلب الدليل فهل لديك دليل على ثرية التمويل ليتك تقدم دليلا واحدا على تمويل أي جهة من الجهات للجماعة الإسلامية الأحمدية على طول تاريخها احتراما لعقول مشاهديك وإلا فليتك تتوب عن الإفتراء بغير حق ثم ختمت حديثك عن الأحمدية بأسوأ ختام وذلك بترديد فتاوى التكفير والتحريض القديم المتهالكة والتي بنيت على تهم باطلة وكذبات سخيفة ضد عشرات الملايين من المسلمين الأحمديين وكأنك لم تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم لهما لنا وعليهما علينا فكيف تلقى الله تعالى بتكفير من يصلي ويصوم ويستقبل القبلة ويأكل مما أحل الله تعالى ويوالي خاتم النبيين محمدا صلى الله عليه وسلم ويؤثر محبته على الولد والوالد والناس أجمعين وختاما إليك هذه الكلمات من كتاب نور الحق لميرز غلام أحمد الخادم الصادق والمحب العاشق للنبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول نحن مسلمون نؤمن بالله الفرد الصمد الأحد قائلين لا إله إلا هو ونؤمن بكتاب الله القرآن ورسوله سيدنا محمد خاتم النبيين ونؤمن بالملائكة ويوم البعث والجنة والنار ونصلي ونصوم ونستقبل القبلة ونحرم ما حرم الله ورسوله ونحل ما أحل الله ورسوله ولا نزيد في الشريعة ولا ننقص منها مثقال ذرة ونقبل كل ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن فهمنا أو لم نفهم سره ولم ندرك حقيقته وإن بفضل الله من المؤمنين الموحدين المسلمين تلك هي عقيدة مؤسس الأحمدية فهل تعترف بخطائك فيما ذكرت عنها من تهم باطلة وأكاذيب مفتراه ترجمة نانسي قنقر